يعني شفنا أنواع وأشكال من الاحتلال الكولينيالي لكن مسألة إنه أحتل الأرض وطرد شعبها الأصلي بالكامل شوف يعني بس أذنكم مليون ومية بس أذنكم تطلع لهو نص منطقة إنه والله أنتوا اطلعوا عشان أنا عندي عمليات عسكرية كيف يعني عندك عمليات عسكرية وطيبوا ويتجوّعهم وبتضرب مستشفياتهم عشان يطلعوا وبتضرب خزانات المياه وبتمنع الأكل وبتضرب الجامعات والمدارس والمدارس وبروحوا بيهربوا المساكين في المدارس بتقول هاي بتضربهم فيه إشي يفوق الخيال في هذه الحرب يعني بتروح للتفاصيل أنت بـ 2023 في عصر البث المباشر العالم كله يرى ويسمع زمان كانت بصورة جريمة بعد شهرين إحنا من الجيل اللي يحضر مذابح الزول والهوتو اكتشف العالم لاحقاً سوماً الذي حدب شيك بيصير في بعض مناطق في العالم بس في 2023 في عصر البث المباشر في السوشيال ميديا معقول بيصير هيك جرائم حرب أنا بعدلك ترحيل السكان جريمة حرب تجويع السكان جريمة حرب قتل المدنيين بلا ذنب جريمة حرب هدلك جرائم حرب قديش مش إحنا العرب اللي حطينا قوانين الحرب ولا إحنا اللي قلنا هذه تعادل جريمة حرب هم اللي عملوها وهم اللي عملوا المعاهدات بتاع جريمة مش إحنا مش إحنا مش إحنا إحنا ولا صغنا إشي بالاتفاقيات الدولية فأنا مستعد أمشي على معيارك معيارك مش معياري إحنا ما كتبناش ولا إشي إحنا ما كتبناش ولا إشي أجل أمريكي حطم أوروبا بالحرب العالمية الثانية وكان فيه عصبة الأمم وقال هاي عصبة الأمم سكروها بتاعت أوروبا لأنه ما قدرتش تمنع الحرب العالمية الثانية هاي تشكلت بالحرب العالمية الأولى أنا حشكل العالم الجديد وفقا للمعايير الإنسانية كله حيكون صح جاب خبراء قانون أمريكان أمريكان والعربي فيهم وكتبوا كل هذه الشرعية الدولية اللي أنت بتسمع فيها وأسس مجلس الأمن اللي يعني معاييره أخلاقية عالية والأمم المتحدة ذات المعايير الأخلاقية عالية وكل منظومة المعايير اللي لازم نلتزم فيها إحنا التلاميذ العرب الشيء وهم الأسد آه والعالم الخور نحن بنا لك حاضر حاضر طب بدنا نحاسبك على اللي أنت حطيته أنت وضعته مش إحنا ما سمحتلناش نبدي وجهة نظر حتى فيها اليوم عندنا رأي في كثير منها عندنا رأي بتتخالف مع شريعتك كثير من الأشياء مش مسموح لنا وجاي علينا كثير في بعضها وبتتخالف مع القيم الدينية في بعضها ومع ذلك بنقول لك حاضر حاضر يا يا أستاذ طب التزم أنت باللي حطيته أنت شوف العالم مرات طب من الزاوية دي بتشوف مسألة الهدنة ازاي يعني الهدنة بالنسبة لنا كلنا مصريين فلسطينيين عرب هو في النهاية إحنا حق للدماء الفلسطينية لكن وماذا بعد؟ لا وبدنا نقسم هذه الحرب عشان نقرأ الهدنة هذه هدنة مؤقتة لها علاقة بالضغط الذي تعرض الضغط المزدوج الذي تعرضت له الحكومة الإسرائيلية ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لاندون عندهم مواطنين أمريكان وضغط من الشارع الإسرائيلي وضغط الشارع هو الأهم نتنيه في بداية هذه الحرب قالوا له فأخذوا أسرى قال اعتبرهم ضحايا حرب ضحايا حدا في الأول دوش إياهم الضغط الداخلي الإسرائيلي أثر فاضطر حتى بنجان تسجو قال قال أنا أربعين عام في العمل هذا أصعب قرار اتخذه بحياتي يعني جرة إسرائيل إلى هذه الهدنة كالثور اللي اللي رايح المسلخ على الثبث غصبا عنها لو قدرت تعمل شي غير هيك فيه ضغوط الداخلية وخارجية ومش قادر نجيبهم بالقوة هالقوة اللي قال حنجيبهم صحيح للشعارات طرت لعقد هذه الهدنة أربعة أيام الوساطات اللي اشتغلت بلايات المتحدة كانت تضغط المصر كانت موجودة قطر لعبت دور الأطراف تولد لها مصلحة مع جميع الأطراف أمريكية مصرية قطرية إسرائيلية ضغط الداخلي فلسطينية حركة حماس بدا تنفس الناس بدا تنفس فتح غزة كل هذا شبكة المصالح التي التقت عند هذا الموضوع أنتجت هدنة أربعة أيام خمسين واحد في اليوم 12 ونص 13 و12 يعني 13 و13 و13 غدا 11 لأنه 13 و39 غدا 11 بكرة 11 بعد ذلك هناك حديث قوي عن تمديد هذه الهدنة نتنياهو قدم رشوة قال أنه إذا تسلمونا 10 يام نعطيكو يوم يعني السعر نزل شوية من 12 ونص لعشرة الحماس لديها هذا على صعيد المدنيين العسكريين الملف مغلق حتى الآن لم يفتح لا إسرائيل ولا من قبل حركة حماس يتحدث عن الهدنة اللي بتساءله كثير عنها الناس لدى حماس حوالي 90 مدنيين حماس هو الفصائل الأخرى لكن حماس هي اللي تفاوض لأسباب ممكن هي أكتر قدرة على التواصل بشكل سري أكتر قدرة على تأمين اللوجست لكن الجهد الإسلامي عنده والشعبي عنده طبع أعلن ده تبقى 40 50 بيطلعوا بهذا الأربعة أيام تبقى 40 40 بيكفوا له كمان أربعة أيام وغير الأربعة أيام هذا إذا إذا نحن أمام أربعة أيام بحدها الأقصى وعلى الأغلب ستتمدد ثلاث أو أربعة أيام أربعة أيام هو الذخيرة تكفي لأربعة أيام ما لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأربعة أيام ولكن سواء مددت يومين أو ثلاثة أو أربعة العودة للقتال قرار أمريكي إسرائيلي لماذا؟ لأن ما حدث يوم السابع من أكتوبر هو حدث كبير جدا 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 إسرائيل تم المساس بروح الضربة لم تكن في الجسد الضربة كانت في الروح إسرائيل تتعرض لأنواع من التهديد كما تقول في تهديد أمني وفي تهديد وجودي الضربة رفعت المستوى من التهديد الأمني للتهديد الوجودي كيف؟ إسرائيل هي مشروع قائم على يهود العالم وبدأ من ثمانينات القرن قبل الماضي مع موضوع هرتسل وكتابه الدولة اليهودية والتي بدت الفكرة عنده من محاكمة درايفوس الضابط درايفوس الفرنسي التي تهم بالتعاون مع الملمان فاكتشف هرتسل أن اليهود منبوذين في العالم وليس محبوبين في العالم وحقه ربما كانت أوروبا متخلفة في تلك الفترة تظلم ديانة أخرى هذا تشكلت الرؤية إذن حتى يعيشوا بأمان اليهود يجب أن يتم تجميعهم في الدولة اليهودية وأنتج كتيب تبعه والمهم جداً له الدولة اليهودية كويس إذن مشروع إسرائيل أن هذه الأرض هذه المنطقة هي الأكثر أمانة ليهود في العالم يوم سبع أكتوبر ماذا قال أن أخطر منطقة على اليهود في العالم هنا هنا خلخلت الفكرة نتحدث عن الفكرة وتالي هذا خطر الوجودي هو القصة ما يدور في غزة شيء أمني أو الألف ومتينة الإسرائيلي قتلوا في قطاع غزة في المعارك ليس تهديد وجودي تهديد الوجودي هو أن تدخل وتجتاحهم في غرف نومهم طبعاً هذا تهديد وجودي وبالتالي تأخذ قراراً دولياً أمريكياً إسرائيلياً بأنه لن تكون حركة حماس حاكم في قطاع غزة ألا بغض النظر عن القدرة على التنفيذ أتحدث عن القرار الذي يدعو لاستئناف القتال القرار الذي يدعو لاستئناف القتال ليس بالضرورة أن يكون لن يكون هذا القرار هو ما سيحدث أنا أتحدث عن موجبات الحرب أسباب استئناف الحرب الإسرائيليون يقولون لن نستمر في هذه البلاد طالما أن حماس جنبنا إذا كانوا دخلت حماس على عمق 10 كيلو لأربعين كيلو لن يكون هناك إسرائيليين إذا بقيت حركة حماس وبالتالي لدي إسرائيل مشكلة كبيرة مشكلة وجودية بوجود حركة حماس لهذا قال نتنياهو أن هذه حربنا حرب وجود تلحبت وأكيد أستاذ غطيتها بالبداية وقال إما نحن أمهم ألا بقدر بقدرش كمان مرة بنأكد هذا موضوع آخر نحن بنحك عن موجبات القتال وليس نتائج القتال النتائج هذا موضوع آخر موجبات استئناف القتال نتائجه تحدد الميدان وبالتالي نحن أمام تمديد أصبح شبه واضح الأطراف يعني في مصادر رسمية تحدث الأستاذ دكتور ديار أشوان أنه في مصادر رسمية يعني في ما يقول أنه مؤشرات أفوان أنه في تمديد لكن بعد هذا التمديد أعتقد أنه نحن فقط أمام أيام في عودة عودة السنة في القتال يعني عودة التبابات والحرب البرية لكن على مستوى ضرم المدنيين والمساعدات أعتقد أنه لن تعود إسرائيل لأنه العالم بعد فقدت المعاركة زخمها هذه التهدئة أفقدت الحرب الزخمة التي كانت حاليا طب دا كلام يعني أستدعي إن شاء الله رب سؤال كمان يعني أستأذن زميلي فقدت الحرب الزخمة التي كانت علي هذا يصب في مصلحة أي من الجانبين يصب في مصلحة حراكة حماس وفصائل الفلسطينية إسرائيل اللي عندها مشكلة بدها حرب مستمرة ودعم دولي مستمر الآن أستاذ يوسف شاعر إنه شوية العالم بدأ أميل لوقف إطلاق النار هذا في غير مصلحة إسرائيل العالم كأنه كويس يعتاد لاحظوا الوسطاء حتى بدوا يتحدثوا عن استكمال الهدوء ووروبة شوية شدت قبل أنت كنت تسمع مسؤول ووروبة كل يوم دائما وضد وبتعرف رئيس الفرنسي مش نزل عمان تقع طب فقدان هذا الزخم مفترض مفترض مش بالضرورة مفترض إنه يؤدي إلى إن إحنا نبدأ في الحديث عن عملية سلام أشمل وهذه الحكومة لا أظن إنها بتاعت سلام لا حتمشي هذه الحكومة حلو هل تتوقع إنه هتيجي حكومة مستعدة للجلوس على مائدة مفاوضات للبدء في عملية سلام شاملة في المنطقة أنا آمل أن يكون لديك وقت سياسة أنا أحبب أخير السادة محمد حسنين هيكة للجمع العظيمة إنه سياسة كلمة المناخ سياسة بنت مناخات سياسة تقرأ بالكيميا مش بالرياضيات إسرائيل العنيدة التي رفضت كل مبادرة السلام فجأة اكتشفها العالم يوم 7 أكتوبر دولة هشة الهش لا يحق له أن يفرض شروط إسرائيل يوم 7 أكتوبر هزمت استمرت بضرب المدنيين ليس انتصار مش هي خلينا نتفق ضرب المدنيين ليس انتصار في الميدان قاعد موجود لم تنتهي الحرب إذا لم يحقق انتصار لسه نتحدث عن هزيمة المهزوم عليها أن يلتزم إسرائيل لم تنتصر إسرائيل مرتين هزمت هزيمة أمنية يوم 7 أكتوبر لما ضبطت متلبسة بالفشل وإسرائيل هزمت هزيمة أخلاقية عما تفعل في غزة والمهزوم عليه أن يلتزم مرة أخرى بما بدأنا فيه لكن هذا العالم المنافق لا يريد أن يقرأ مجريات السياسة وفقا لوقائعها بل وفقا لارتباطاته المصلحية إذن بما أن السياسة تقرأ بالكيميا فعلينا أن نحن نضع عملا مساعدا يؤدي إلى أن العالم يعرف يقرأ مناخ جديد ربما نستطيع أن نشتغل مش هقول نعمل ونشتغل على عملية سلام شاملة في المنطقة بما فيها الصلاح الفلسطيني أولا بالمناسبة لأنه أمن الرئيسي